هذا مخيم نور شمس إلى الشرق من مدينة طول كرم المحتلة خلال ساعتين الليلة الماضية دمر الاحتلال عشرات المنازل والمحالة التجارية على امتداد الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم الذي يعتبر المدخل الشرقي لمدينة طول كرم جاء هذا خلال عملية عسكرية مستمرة في مخيم طول كرم والمدينة طال جزء منها هذا المخيم بدمار كبير أحدثته الجرافات العسكرية الإسرائيلية هنا يتفقد المواطنون محالهم التجارية التي دمرها الاحتلال بشكل كامل وهناك يخرج المواطنون من المخيم على وقع هذا الدمار وعلى آثار الركام مهند صاحب أحد هذه المحالة التي دمرها الاحتلال كان زلزال أكثر من زلزال هذه محلات تجارية لناس مواطنين مدنيين هذه بيوت هذا محال تجاري نعتاش منه فجأة نجد أنه جرفات الاحتلال وعن جهية الاحتلال تقوم بتدميره وهدمه يعني أنتوا جالسين على ركام بيوتكم ومحلاتكم هذا كله حدث خلال ساعتين هذا الدمار الكبير فجر اليوم أنت جيت اليوم لكيت محل لك مدمر والله أنه إحنا الليلة بالليل بيحاول بيطرقه بأخرى أنه يضرب معنويات الناس طبعا هذه فكرة عنده موجودة ووجود برنامج بيشتغل عليه أنه إحنا بهذه المخيمات بيسمونا لاجئين طبعا إحنا مهجرين من منطقة حيفا يعني أنا من المزينات موجود في مخيم نور شمس طب اليوم فكرة موجودة عندي تعالنا مزروعة من أول من إجدادنا وآباتنا وعن نزرحة اللي أصغر منا حاك العودة يعني هم يبدوهم يهجروكم وأنتوا مستحيل تهجرو هذا من دمن المسلسل والمخططة باحهم ومحن ثابتين ومرابطين وصامدين طول عمرنا هذا المشهد يؤكد بأن جرافات الاحتلال العسكرية المسمى ديناين هي عنوان عدوان الاحتلال في مناطق شمال الضفة الغربية هذه الجرافات التي تحاول اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم تماما كما تقتلع جدران منازلهم هنا في المخيمات الفلسطينية فيما رسالة تأتي على لسان الفلسطينيين أنفسهم باقونا وصامدون ما بقي الزعترو والزيتون